تهديدات وإبادة في رفح من يوقف المجرمين الصهاينة؟ دقائق هذه صدقوني وإذا تبعوا في الأخبار وامشيوا مباشرة إلى المواقع الصحفية وكذلك التصريحات المتواترة دقائق هذه دقائق جنونية ودقائق تنظر بشيء كبير بشيء يقع في رفح الصهاينة وبعد أن سيطروا على معبر رفح اليوم وخلاوا كل من له علاقة بهذا المعبر ما عنده حتى بيع ولا ينجم يتصرف ولم يعد لمصر أي إمكانية للتحكم في معبر رفح من جهة مصر فإننا نقولوا إن هناك خطر داهم هناك جريمة الآن ملامحها نراها دما وإبادة لقدر الله جيش الاحتلال لا يستمع إلى أي صوت وهو الآن مواصل في غيو ويبدأ فصل جديد من الإبادة والجريمة في غزة تحت أنظار الكاميروات وتحت أسماع الميكروفونات اليوم قاعدين نشوفوا في مماحكة وكذلك إصرار من قيادة بين ظفرين قيادة الحرب الصهيونية وهي تنشر الرعب بين أبناء فلسطين بعد أن طوقتهم بالجوع وقلة المياه وكذلك ضرب المستشفيات اليوم ستكون مجازر أمام العالم ولا أحد يتقدم اليوم وليست له الجرأة ولا الشجاعة في أنه يتقدم ما عدا ما رأينا ونرى اليوم في الجامعات الأمريكية التي تفطنت إلى اللعبة جيدا هذه الجريمة جديدة تأتي على خلفية المفاوضات إنعم قلق الكيان الصهيوني ادخل المفاوضات عين على المفاوضات ولكن زوز عينين على الجريمة والمجزرة مفاوضات ما هي إلا فرصة للاحتلال حتى يطبق على رفح وحتى يطوق رفح أرضا وبشرا أكثر من مليون فلسطيني راهم موجودين هناك في رفح وكذلك المعبر المؤدي إلى مصر وإن هذا الصمت في العواصم الغربية المطبق هو انخيرات في الجريمة وإن الصمت في الدوائر العربية والعواصم العربية هو انخيرات أكثر فأكثر في هذه الجريمة اليوم الكيان الصهيوني يديه مطلقة وهي اليدين الملطختان بالدماء دماء أبناء فلسطين لمدة 75 سنة ولكن طوال الستة أشهر 34 ألف اليوم شهيد وشهيدة من الأطفال والنساء والكبار والصغار وكلهم من أجل مزيد من الدماء حكومة الحرب تقرر أنها تدخل رفح وتبدأ الإبادة ولا نقول حرب لأنها ليست حربا دماء الفلسطينيين اليوم مستباحة والعالم ليس فيه قانون ولا سيرات يجعل الكيان الصهيوني يعاقب أن هو تجاوز الصيرات اليوم ما فم حتى صيرات ما فم حتى مصطرة ما فم حتى قانون ينجم يتطبق على الكيان الصهيوني هذا مجرم هائج ما عندوش شكون اللي يتحكم فيه اليوم هل يعقل هذا الذي وصلنا إليه من انعدام للإنسانية من انعدام للأخلاق من انعدام إلى القانون ما هذه الوحشية وهذه الجريمة جريمة فاقت كل الجرائم التي سمعنا عنها عبر التاريخ لأن التاريخ تدخل فيه الأسطورة وتدخل فيه أيضا التلحين والتأليف وكذلك الخيال ولكن المجزر الحالية والمجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني هي موثقة بالصورة والصوت والمكان ولا أحد يستطيع أن يقول أنها مفبركة أصداء جريمة غزة نجدها في الجامعات الأمريكية مع الأسف ولا نجد لها صدا في العواصم العربية كل المواعيد هناك في الجامعات الأمريكية ملغات والعالم يسمع ويرى ما يفعل مجلس الحرب الصهيوني كله نفاق هذا الذي تطلبه بعض العواصم من الكيان الصهيوني على استحياء يطلبون من الكيان الصهيوني حتى لا يدخل رفح فدخل الجيش الصهيوني ولكن ليس هناك رادع لأن الكيان الصهيوني وضع هناك وهو بيده الردع وبيده كل شيء هو يريد الحرب وثمن الحرب يدفعه العرب ولكن يريد أيضا السلام على طريقته بين ظفرين وهو السلام بالإبادة إبادة الطرف الآخر الشعب الفلسطيني اليوم جريمة جديدة في رفح ولكن لا أحد يتكلم وليست لهم القدرة في أن يقفوا ضد هذا الكيان لكن كل هذا النفاق الذي أتته العواصم العالمية تعلم جيدا أن نتنياهو مجرم العصر وأنه يقود عصابة تقتل وتقتل الإنسانية من خلال تقتيل فلسطينيين لأنها تعلم أيضا هذه العواصم أن المحاكمة أو التصدي للكيان الصهيوني كله في باب التحذيرات والكلام والكلام بكلام فإن الكيان الصهيوني يواجه هذا الكلام بالرصاص الحي كلامهم ونهيهم للكيان الصهيوني هو كرتوش بلان كرتوش عبيل ما عندوش حتى علاقة بالواقع لكن اليوم رفح في خطر مؤكد ورفح على أبواب مجزرة لم تراها الإنسانية من قبل وقد حذر الكيان الصهيوني وقال ما جهز والعواصم العالمية بعثت بكل ما تستطيع من أسلحة متطورة جدا وفتك ومنهي عنها في القانون الدولي رفح أمام صلف جديد والفاعل معروف والقاضي مفقود